نتناول نافذة أخرى في هذا الموضوع من باقة الغربي والزميل مجد دانيال يسعد صباحك يا مجد صباح الخير لك أمير ولعفاف ولضيوفكم الكرام وجميع المشاهدين يسعد صباحك يا مجد إذن نتناول ملف العنف وتقرير مراقب بأدوليا الأخير حضرتك متواجد تحديدا في باقة الغربية ومع الأسف الأسبوع يعني أو بداية الأسبوع أيضا لبلدة باقة الغربية كان فيه نصيب من الجريم والعنف شو بدك تحدثنا في هذا الصباح نعم بالفعل عفاف للأسف الشديد يعني كما قلت يعني الأسبوع الماضي شهدت مدينة باقة جريمة عنف جريمة بشعة جدا وهي مقتل الرجل الأعمال أحمد زهدي عثامني من هنا من مدينة باقة وأيضا جرح مواطن آخر إبراهيم مجادلي بالفعل يعني في بالفعل عفاف لقد سأمنا يعني من طرح هذا الموضوع موضوع العنف المتفشي والمستشري في مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل يعني كل يوم نسمع إما عن عملية إطلاق نار أو عملية جريمة قتل في إحدى المدن والبلدات العربية داخل مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وأيضا يعني لربما هناك بلدات أو مدن تكثر بها أو تتعدد بها جرائم القتل أكثر من مدن وبلدات أخرى ولكن يعني بالمجمل نحن نرى نشهد بأن كل سنة تزداد يعني نحن نتحدث لربما وللأسف مرة أخرى عن دالة تصعودية للعنف في مجتمعنا العربي كل سنة يزداد العنف عن السنة السابقة لذلك يتوجب الأمر أن نقوم بخطوات فعلية للجم هذه الظاهرة التي تنهش وتدمر مجتمعنا من الداخل وقبل أن نواجه أي خطر خارجي نحن بحاجة أن نعالج مجتمعنا من الداخل والحديث أكثر حول هذه الظاهرة وعن أيضا جريمة القتل التي شهدتها مدينة باقة مؤخرا معنا رئيس اللجنة الشعبية هنا في باقة الغربية السيد الشيخ خيري اسكندر مجاد لأهلا وسهلا بك شيخ فضل نعم بداية صف لنا الحالة التي تسود والأجواء التي تسود باقة الغربية بعد عملية وجريمة القتل الأخيرة طبعا الأجواء التي تسود باقة الغربية واضحة جدا بكل الأيام التي مضت أجواء حزن وأجواء كآبة تخيم على بلدنا باقة الغربية قد يقول أننا لم نتوقع في باقة الغربية مثل هذه الجريمة البشعة وبهذه الصورة ولكن الأجواء بشكل عام لازالت أجواء حزينة ولا يزال هناك طبعا التواصل مع القطاع الكبير من الناس في باقة الغربية أو مع كل أهالي باقة الغربية بفعاليات مختلفة لا زالت تذكرنا طبعا بهذه الجريمة البشعة ونحن معليون بهذه الفعاليات وبهذه التذكرة ومنها طبعا ما سيكون مساء اليوم من مظاهرة أخرى ستكون في ساحة مسجد أبو بكر الصديق وغدا ستكون هناك برضو فعاليات مسيرة دراجات كطرية تحمل صور المرحوم وشعارات تنبذ العنف والجريمة في مجتمعنا العربي نعم شيخ خيري بالأمس فقط صدر تقرير مراقب الدولة وبه ربما لأول مرة يتم وضع إصبع الاتهام اتجاه الشرطة بأنها مقصرة في مجتمعنا العربي وفي أداء عملها كما يجب في المجتمع العربي كم من المهم أن يصدر مثل هذا التقرير وكيف سينعكس هل سنرى بالفعل بأن الشرطة ستعمل أكثر بعد هذا التقرير للجم الجريمة والمجرمون في الحقيقة نحن في المجتمع العربي لا نثق بتاتا بجهاز الشرطة مع الأسف الشديد ونحن وضحنا هذا الأمر في جلسة كانت البارحة مع قائد شرطة باك الغربي ومساعديه ووضحنا أننا مع الأسف الشديد لا نثق بجهاز الشرطة أبدا وخصوصا طبعا هذا لا نقوله جزافا ولا نتهم أحدا من غير دليل وهذا الكلام نأخذه من أفواههم حتى رئيس حكومة إسرائيل باب نتنياهو قال بصريح العبارة أن الشرطة تعمل في الوسط اليهودي بمكيال وبالوسط العربي بمكيال آخر مختلف تماما يجوز أنه قصد الجانب السلبي ولكن نحن نقول له فعلا الشرطة تكيل بمكيالين ومكيالها في الوسط العربي هو السهطار بحياة الناس واستخفاف بدماءهم بل على العكس ليس فقط السهطار واستخفاف بدماء الناس وإنما نظن أن للشرطة يدن في أعمال العنف المنتشرة في بلادنا من شمالها إلى جنوبها نعم ولكن أيضا إدعاء الشرطة وأيضا الحكومة هم دائما يلومون أيضا المجتمع العربي بأنه لا يساهم إن كان في التجند لصفوف الشرطة وأيضا المساهمة في إعطاء الدلائل والبوح عن المجرمون وعن أماكن تواجد السلاح داخل مجتمعنا وداخل البيوت فكيف ترى هذا الاتهام؟ أنا أقول هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة الشرطة هي المتهمة بكل هذه الأمور وليس العرب في هذه البلاد أنا أستطيع أن أقول لك يعني عندي دلائل وعندي عدة أحداث قد ندلل فيها على أن الوسط العربي غير صحيح أنه لا يتعامل مع الشرطة ولا يشاركها عندما تكون فيه جريمة معينة وبالأمس مثلا كان هناك حتى أعضاء بلدية من أعضاء البلدية وعندي برضو مثال لرئيس بلد في الوسط العربي الذي كان يطالب الشرطة ويقول لهم هذا من هددني ويحمل السلاح ويريد أن يقتلني ويتعد علي ويعني يعتقلونه لمدة ساعة أو ساعتين ثم يراه في اليوم التالي حرا طليقا ومع سلاحي أيضا يعني هناك هذه الاتهمات ليس لها أساس من الصحة يعني هذا يعني عذر أكبح من ذنب الشرطة يجب أن تكون بدورها في وسط العربي وإن لم تكن بدورها فنحن من يجب أن يكون بهذا الدور ونعتمد على أنفسنا نعم بالفعل وهنا أيضا يطرح السؤال عن عمليا دائما نحن نتحدث عن الشرطة ودورها ولكن أيضا هناك مسؤولية تقع علينا نحن كمجتمع عربي في أيضا أن نلجم الجريمة داخلنا أن نلجم المجرمون داخل المجرمين داخل مجتمعنا فلماذا هنا أيضا السؤال لماذا تزداد يعني كل سنة نرى ازدياد في عدد حوادث القتل وحوادث إطلاق النار داخل مجتمعنا العربي كيف يمكن لنا نحن كمجتمع أن نقلل من هذه الحوادث طبعا تتفق معي أن يعني 90% من المجتمع العربي ليسوا إرهابيين ولا يتعاملون بالعنف ولا ثقافة العنف ولا يقتلون ولا يريدون أن يكون كذلك بل يريدون أن يعيشوا بسلام وأمان أكثر من 90% من مجتمعنا العربي وإذا تبقى 5% أو 6% أو 7% أو 10% فهذه النسبة القليلة لا يجب أن نحكم على المجتمع العربي من خلالها ولكن يعني يجب أن نعلم أن هذه النسبة هي مننا هي من المجتمع العربي نحن المقتول منا والقاتل منا معلسف الشديد ونحن يعني يجب أن نكثب جهودنا حتى نحيد هذه النسبة من مجتمعنا ونحاول أن نقلبها إلى فئة إيجابية تعمل لصالح المجتمع ولكن يعني كما نعلم وكما نعرف بالتاريخ الإنسانية واستقراء التاريخ والواقع يقول كذلك أن الحق والقيم والمثل وكل هذا الأمور الإجابية بحاجة إلى قوة أيضا بحاجة إلى قوة إلى فرضها يعني الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني نحن بحاجة أيضا إلى قوة وبحاجة إلى سلطان وبحاجة إلى من يفرض هذه القيم بالقوة على مثل هؤلاء الناس أو في مجتمعنا ونحن إذا لم تكن هذا عمل الشرطة في هذه الدولة فهو عمل من؟ عملنا أعطونا إذن المجال لننظم أنفسنا وتكون عندنا شرطة ويكون عندنا رجال يطبقون القانون ويحمون مجتمعهم ونحن نستطيع أن نفعل ذلك نعم أريد أن أشكرك جزيلا الشيخ خيري إسكندر مجاد لرئيس اللجنة الشعبية هنا في باقع الغربية شكرا جزيلا لك ولا ربما هذه الصرخة تسمع وتكون مدوية وتصل إلى الأذان وأماكن أصحاب القرار شكرا جزيلا لك نعم إذن عفاف وأمير كانت هذه المداخلة من هنا من مدينة باقة تحدثنا عن الجريمة الأخيرة التي حدثت وعن العنف المستشري في مجتمعنا العربي بشكل عام إليكم أمير وعفا شكرا مجد وشكرا لضيفك الشيخ خيري إسكندر مجادلي على هاي المداخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر